ما شاء الله. انت بقى لك كم سنة تعرف الدكتور ساعة؟ مهمون ساعة مجالي بقى. تقريبا. 2004 وبعدين هو خرج خمسات سنين راح الرياض. لكن ما فيش سنة ما خدنيش معاه في أعمل محاضرة. يعني عملت أربع خمس محاضرات في جمعة المنصورة من سنتين كده بدأ ناس يكلموني كانوا طلبة في السمينارات دي. ما شاء الله. اشتغلوا بقى في التسويق الرياضي بناء على الإيبنت اللي اتعمل دا. عجبهم. ويقولي انا في الإمارات بشتغل كده وانا مش عارف فين بشتغل كده. مجانا أولى بقى. اه لا يعني اللغاوي يتعلم. مش عاوزك بيتعلم. مش عاوزك كلام. طيب شغلك بقى في الكورة اختلف عن كل المجالات اللي انت اشغلت فيها قبل كده. خلينا نتكلم صراحة. ما أصبح بقى المهانس عادل القيه بقى نجم. عشان الكورة. ما أنا بقى لسه بقولك. هل حياتك اختلفت. لما مسكت الكورة وبقى مهانس الصفقات ومهانس التعاقدات والاستثمار وكلام. هل حياتك اختلفت في كل شيء وخليتك بقى عليك لود كبير قوي. وشوفش اهل بيتك اكتر من انت بتشتغل. شوف. نجاحك في الكورة بيحملك مسئوليات. وبيحطك في ضغوط. نعم. لان انت بيطلع عليك بقى يقولك مش عارف ملك اللي الصفقات. مش حاجة اسمها ملك الصفقات. فيه ربنا وفقك لانك اكتهد عشان بتكتهد. عشان بتكتهد. فانت عاديد يتخش في الصفقات. يبقى اللي قدامك عايزي فشيلك بس. مش عاوزك يا. عشان انت ما تقوليش مش علي. انت ملك الصفقات مش علي. فساعات تقعد تتغلب للي قدامك في حاجات كده عشان تكسب اللي انت عايزه مني. فساعات انت بتفوت له حاجات. ايوه ما قلنهم يغلبني واطلع يقولهم عاد لقاعي بتاعك وده انا عملت النهضة وصويت ومالو. اه. بس انا بقى انا عايز حاجة تانية. خد الفرافيت بتاعتي. اه. لا يعني انا انا بك. يعني مثلا. انا فاهم. انا عايز ده بكلمك على ده. اغلبني في ده. بس انا بقى عايز ده. اه. بقولك جمار. طيب.